بيبدأ المسلسل مع واحدة اسمها غادة وبنشوفها ويا في طريقها للضبعة هي وابنها نور عشان تزور خالد جوزها واللي بيشتغل مهندس في الطاقة النووية وبتقرر غادة انها هتفاجئ جوزها بمناسبة عيد ميلاده وبيباني ان زكاها على قدها وبعدها بنشوف خالد هو في الصحراء مع اشرف وقلم صحابه عشان ينفزوا التجربة بتاعتهم وبيقلق خالد بسبب ان غادة مش بترد عليه وبيحكي لصحابه عنها وبيقول ان هي مش بتعرف تتصرف وان هو بيجيب لها كل حاجة عش في العربية وده لانها مش عارفة تحسب الاجرى ولا عارفة حتى ترجع الفلوس لصحابها وبعدها بتوصل غادة لمكان المفاعل وبيمنعها الامن من انها تقابل خالد وده لانه موجود في قلب الصحراء وما ينفعش انها تقرب منه لكن غادة مش بتسمع الكلام وبتصر انها تقابله في نفس الوقت اللي المفاعل بيشتغل فيه وبيتفاجئ خالد واصحابه لما بيشوفوا صورة اجسام غريبة على الكمبيوتر وبعدها بتنادي غادة على خالد واللي بيتصدم وبيجري عليها عشان يخليها ترجع لكن غادة مش بتبقى فهم حاجة في نفس الوقت اللي المفاعل بينفجر فيه وفي الوقت ده بيصحى نور من النوم وبيظهر انه كان بيحلم وبيفتكر اليوم ده في احلامه وبنعرف انه ابن خالد وغدا اللي ماته في المفاعل لكن نور هو الواحد اللي عاشه وتربط ملجأ لحد ما محمد ودرية اتبانه ربه مع ابنهم بدر وبيظهر انه نور بيحلم بالحلم ده كل يوم وعمل كل حاجة عشان ما احلامش به تاني لكن بيفشل وبعدها بترجع ياسمين زوجته من الشغل وبنعرف ان هي مراقبة جودة وبترجع البيت وهي ماها بتزى كتير جدا ومش بتبقى فهمة السبب اللي خلى صاحب المطعم يديها الكمية دي كلها لكن نور بيبقى عارف وبيقولها انها بتتكشف انها مراقبة جودة بسبب طريقة لبسها وبعدها بيجهز نور وبيروح لبيت اهله عشان يزورهم لكن والده والدته بيبقوا زعلانين منه بسبب انه بقاله كتير ما زرهمش وبيفضل محمد يعيره ببدر اخوه وبيقوله انه بيزورهم كل يوم لكن نور بيقدر يسعى لحهم خصوصا درية واللي بيظهر انها بتحبه جدا وبيتأخر ن نور على الشغل جدا وبنعرف انه بيشتغل مهند الصوت وبعد ما بيقضي وقت طويل عند اهله بيروح لستوديو وبيبدأ يسجل المسلسل الكارتون اللي هيعمله لكن ممثل الدبلاج مش بيعرف يكمل بسبب انه بيهمل اصوات من دماغه وبيجدب نور عليه وبيقوله انه هيكلمه تاني وبيرجع خالد البيت الصبح وبتطلب ياسمين منه انه يوصل خالد ابنهم المدرسة ودلقناها عندها شغل ولازم تلحق مطعم فلو طعمية وبعدها هتروح مطعم شويرما فبيستغرب نور من كمية الاكل الل هي بتاكله ومع ذلك يرفعها جدا وبيوصل نور ابنه للمدرسة وبيحكي له عن والده وبيقوله انه كان نفسه يبقى معاه اوليوم المدرسة وبيطول نور في الكلام لحد ما خالد ابنه بيتدائق وبيقوله انه هو يتأخر وبعدها بيتصوره سيلفي وبيدخل ابنه الفصل في نفس الوقت اللي نور بيشوف فيه حاجة غريبة جدا بيشوف بابا قدامه وفي نفس السن اللي اتوفى فيه وكمان مع ولد صغير شبه نور نفسه وصغير وبيتصدم نور وبيفكر ان الحلم اتنقل للحقيقة وبيطلب خال لما بيكتشف انه نور عارف اسمه وبيسأله ان كان ابوبه لكن نور بيرجع في كلامه بسرعة وبيسأله ان كان والد الطفل اللي كان معاه وبيعرفوا ان اسم نور على اسم ابنه ومش بس كده لكن كمان ابن اسمه بيستغرب خالد من طريق كلامه وبيفضل نور يسأله عن مكان السكن بتاعه وبيطلب منه البطاقة ومش بس كده لكنه كمان بيطلب منه انه يسيبه يحضنه فيقول له خالد انه شخص غريب وبيسيبه وبيروح الشغل وبيظهر ان خالد بقى بيشتغل في الشؤون الاد بعد حدثة المفاعل واللي بنعرف انها حصلت فعلا وما كانش مجرد حلم وبيوصل خالد للشغل المتاخر وبيتاري اردى زميله عليه وبيتبسط خالد لما بيعرف ان اسام المهندسين اللي عيسافروا واللي بعثت روسيا ظهرت لكنه بيحبط لما مش بيلايه اسمه في القيمة وبيعرفوا ريدا ان هو مهندس تاني بس اللي عيسافروا فبيقرر خالد يقدم تظلهم للمدير واللي بيقولوا ان الطلب معاه وما قدموش من الاساس وبيفكروا بالتجربة بتاعته اللي فشلت فبيقوله خالد انه مش هو السبب ولانه ما كانش يعرف ان امراته هتزوره وانه خلاص ما حدش حصله حاجة والموضوع عد على خير لكن المدير بيفضل مصر على رأيه وفي الوقت ده بيروح نور المدرسة عشان يقابل والده تاني ويتأكد انه ما كانش بيتخيل وبيفضل مستنيه لحد ما خالد بيظهر وبيشوفوه وبياخد ابنه وبيمشي فبيمشي نور وراه لحد ما بيوصلوا للبيت وساعتها بيفتكر نور بيته القديم وبيتأكد انه خالد والده فعلا وبيرجع خالد لبيته ومتدايق بسبب انه ترفض في البعثة وبيعرف غدا وبيقوله انه هيقدم تاني ولما بيتأكد نور انه خالد ابو بيقرر يحكي الياسمين واللي بتبقى مش مصدق اي حاجة من اللي بيقولها وبتطلب منه يروح لدكتور لكن نور بيسبتلها كلامه وبياخدها مع البيته القديم فبترفض ياسمين انها تطلع معه وبتقوله انها محرجة تدخل على ناس ما تعرفهمش لكن نور بيصر وبيطلعها وبتتصدم ياسمين لما خالد بيفتح الباب وبتتأكد من كلام جوزها وساعتها بيغم عليها فبيحاول خالد وغادة انهم يفوقوها لكن ياسمين بتفضل مصدومة ومش بتبقى مصدق نفسها وفي الوقت ده بيدخل نور الحمام وبيتأكد انه حمام بيتهم لما بيشوف الكسر اللي في الباب وبيستغرب خالد جدا من تصرف نور امراته ومش بيبقى فامه ما بيعملوا ايه في بيته وفي اللحظة دي بيسمعوا ياسمين وهي بتصوت بعد ما بتشوف نور الصغير وبتسيب البيت وبتمشي بسرعة وبترجع للبيته يا مصدومة وبتقوله نور ان خالد ممكن يكون توقع بابها لكن تخمنها بيبقى غبي جدا وبيقولها نور ان اكيد جده ما سماش نفس الاسم لولاده وفي اسناء ما بيتكلمه بتروح لهم يارى زوجة بدر وبتشتكلهم من جزها وبيظهر ان ما فيش حاجة معينة تشتكي منها لكنها كل يوم تغضب وتروح لهم وبعدها بيروح بدر عشان يفهم منها سبب زعلها لكن ما بيبقاش فيه سبب معين وبتفضل تقول اي كلام وبعدها بيتكلم نور مع بدر وبيعرفوا اللي حصل في المدرسة فبيتصدم بدر من كلامه وبيحذره انه ياخد اي خطوة ويتكلم مع خالد في الموضوع وفي الوقت ده بتتنصة طيارة عشان تعرف وما بيقولوا ايه لكنها مش بتسمع ومش بيسمع نور كلام بدر وبيقرر يواجه خالد بالحقيقة وتاني يوم بيروح للمدرسة مع ابنه عشان ينفس خطته لكن خالد مش بيروح وبيودي نوره الصغير المدرسة بالاوتوبيس فبيجي لنور الكبير فكرة وبيطلب من خالد ابنه انه يساعدوا فيها وبيدخلوا على المدير وبيفاهموه انه نوره الصغير ضرب خالد واللي بيمثل على المدير وبيعيط وبيطلب نوره من المدير انه يجيب وليه امر الطالب واللي بيبقى خالد الكبير طبعا واللي في الوقت ده بيكون في الشغل وبيشوف زميله هو مجروح بسبب فشل التجربة بتاعته فبيتبسط خالد وبيوديه للمدير عشان يمنعه يشتغل في المفاعل زي وش مانه هو يعني لكن المدير مش بيعمل كده وبيطلب من زميل خالد انه يسترايح لحد ما يخف وفي الوقت ده بيتصل مدير المدرسة على خالد وبيعرفه اللي حصل وبيتعصب جدا لما بيروح المدرسة وبيشوف نور وبيقرر خالد انه ينقل ابنه من المدرسة خالص فبيجري نوره وراه وبيحاول يتكلم معي وبيطلب منه يبعد الاطفال عنهم عشان ما يسمعوش كلامهم وبيعرفوا نور انه هو ابنه وبيقوله انه عارف اكيد انه مش مستوعب ولكن خالد مش بيصدقه حتى لما بيشوف البطاقة وبيقوله انه اكبر منه بسنة بس وانه اكيد ما خلفوش هو عنده سنة فبيحاول نوره انه يفاهمه وبيقوله انه هو نفسه ابنه وهو صغير لكن خالد بيبقى لسه مش مقتنى حتى لما نوره بيواري له صورته وهو صغير وبيبقى هو وغدا معه في الصورة وبيقوله خالد ان ده زكاء استناعي وانه يجزى ممكن يغني لهم كل سوم عادي لكن خالد بيتصدم لما بيكتشف انه نور يعرف الحادثة اللي حصلت في المفاعل وبيطلب منه انه يفاكر وده لان الانفجار ممكن يكون السبب في اللي حصل لهم ومع ذلك بيحدده خالد انه هيدربه بالجزمة لو شافه تاني وفي الوقت ده بيكون بدر في العيادة وبنعرف انه دكتور مخه اعصاب وبتروح له يارا وبتقوله ان هي هتستنى لحد ما يخلص ويخرجه سوا وبتبقى هادية جدا ويبتتكلم وعشان كده بيستغرب بدر من هدوءها لكن يارا بعد شوية بترجع لاصلها وبتتخانق معاه بسبب انه تأخر وبتسيبه وبتمشي وبعدها بيتصل بدر بنور واللي بيعترف له انه اتكلم مع والده وبيقوله انه مش هيسيبه لحد ما يقتنع فبيحاول بدر ان يمنعه لكن نور بيبقى مصر وبيوافق على اقتراح بدر واللي بيطلب منه يجيب خالد للعيادة عشان يعمله تحليل الدين ايه وفي الوقت ده بيفكر خالد في كلام نور وساعتها بيلاحظ الجرح اللي في دماغه ولي بيكون نفس الجرح اللي في دماغ نور الصغير فبيتلغبط خالد اكتر وتاني يوم بيتفاجئ بنور وهو تحت البيت وشال يفطى مكتوب عليها نعمل تحليل الدين ايه وكل الناس بيتلموا حوالي النور فبيطلب خالد منه ينزل اليفطى ودلق انه تفضح في المنطقة كلها ومش بيرضى نور يسمع الكلام غير لما خالد بيوافق يروح معاه وبيتفاجئ بدر لما بيشوف خالد وبيتأكد ان كلام نور صح وبعدها بيطلب منهم انهم يستنوا شوية لحد ما يعملهم التحليل وبيزهق نور وبيقرر يعمل التحليل في مكان تاني وبيستغرب موظف الاستقبال لما نور بيقوله ان هو خالد عايزين يعمله التحليل فبيفكر انهم بيلعبوا عليه فبيتخلق نور معاه وبيطلب الدكتور اللي في المكان وبيحاول خالد يهديه لكن نور بيبقى متعصب جدا وبيتكلم مع الدكتورة واللي بتستغرب من الطلب هي كمان وبتبقى عايزة تعملهم تحليل المخدرات لكن خالد ونور بيسيبوها وبيروحوا المعمل تاني لكن الدكتور برضو مش بيبقى مسدق وبيفضل يضحك عليهم وبيشوف البطاقات بتاعتهم وبيطلب منهم انهم يمشوا وده لان اكيد والده مش اكبر منه بسنة فبيخرج خالد من المعمل وهم يدهي وبيقولوا نور ان شكلهم بقى وحش في كل المعامل وبيضطروا انهم يرجعوا الاول معمل وبيساعدهم بدر وبيعرفهم ان النتيجة هتطلع بعد سبع ساعات وبيطلب منهم انهم يروحوا مكان يعودوا فيه لحد ما النتيجة تطلع فبيوافق خالد ونور على طول وده لانهم محرجين وخايفين ان الدكتورة تعملهم تحليل مخدرات وبيسأل بدر نور عن اللي هيعمله لو خالد ما طلقش والده فبيقولوا انه يروح لدكتور نفسي وبعد شوية النتيجة بتطلع وبيتصدم خالد ونور لما بيعرفوا انها ايجابية وبيغم عليهم وبيفضل خالد مصدوم بعد ما بيفوق ومش بيبقى مصدق اللي بيحصل له وبيطلب من بدر انه يفسر لهم اللي بيحصل بمئنه دكتور فبيقولوا ان دكتور مخه اعصاب مش نساء وفي الوقت ده بتتصل غدا على خالد وبيتبسط نور كده وبيبقى عايز يسمع صوتهم فبيتخانق خالد معاه وبيطلب منه يحترم نفسه وبيقرر يرجع البيت عشان ينام ويعرف يستوي باللي بيحصل له ولما بيرجع بيدخل قوضة نور الصغير وبيتكلم معاه وبيسألهم كان بيحسوا انه كبير لكن نور مش بيفهم حاجة من كلامه وفي الوقت ده بيرجع نور الكبير البيت وبيلايه محمد ودرية وبيعايز يحكينهم اللي حصل لكن بدر بيمنعه وبيطلب منه يقدر مشاعرهم ومايتكلمش معهم في حاجة دلوقتي وبتتفق ياسمين مع بدر وبتعرفوا انهم زعلنين ومفكرين هو يسافر فعلا زي ما قالوهم ولما بيخرجوا من القوضة بيلوقوا ياره واللي بتفضل تزعق في بدر وبتقولوا انها شكرا ومخبي عليها حاجة وتاني يوم بيفوق خالد على صوت عالي ولما بيطلع الصالة بيلاقي ميكا ابن اخو بيتخانق وبيعرفوا ميكا انه تخانق مع ناس وحدف طوب على واحد ملوش علاقة بالخناقة وبيخاف خالد من ميكا ودلق انه بلطجي وبيقول كلام مش مفهوم ولما بينزل خالد من البيت بيلاقي نور واقف وشال يفطى وبيلاحظ خالد انه وشه مجروح وبيعرف نوع الشخص اللي ميكا ضربوا بالغلط وبعدها بيخرجوا عشان يتكلموا عن اللي حصل لهم وبيقولوا نوره انه ممكن الزمن وقف بسبب انهم عدوا سرعة الضوء فبيترق خالد عليه وبيقولوا انه كلمه مالوش معنى وفي اسناء ما بيتكلموا بتروح لهم ياسمين وبتطلب اكل وبيكتشف خالد على طول انها مرأبة جودة بسبب لبسها وطريقة كلامها وبيسألها خالد ان كان عندها حال اللي حصل لهم فبتسألوا ياسمين عن التركيبة اللي حصلت في الحادثة فبيقولها الجزيئات وتركيبة نووية فبتقولوا ياسمين انه اكيد ده اثر عليه وبعدها بتسألوا عن اصحابه اللي كانوا معاه في التجربة فبيعرفها انه كان مع اثنين لكنه ما يعرفش عنهم حاجة دلوقتي فبتقولوا ياسمين انهم لازم يتكلموا معاهم ولو حصلهم زيهم يبقى المشكلة في التجربة فبيقتنع خالد بكلامها وبيتصل بأشرف صاحبه لكن تليفونه بيبقى مغلق وفي الوقت ده بيرجع بدر البيت لكنه بيليم تبادل بسبب ان يارا بتنظف وبيحاول نور انه يحكي البدر اللي حصل مؤخرا لكنه مش بيعرف يتكلم بسبب يارا فبيسيبه ما بيمشي ولما بيجي الليل بيروحه وياسمين اللي بيت خالد عشان يشوف غادة وبيانهار نور لما بيشوفها وبيبقى عايز يعيط لكن خالد بيفواءه وده اللي انه متفق معاه انه ما يقولش اي حاجة غريبة لكن نور مش بيعرف يسيطر على نفسه وفي الوقت ده بيروح ميكا وبيبقى عايز يضرب نوره وده اللي انه مفكر انه بيشتكل عمه فبيدخل خالده وبيبعده وبعدها بيتكلم ميكا معاه وبيفضل يقول كلام غريبه ومش بيفهمه خالد وبعد ما ميكا بيمشي بيحاول هو ونور يفهمه وكان عايزي وبعدها بتحضر غادة العشاء وبيتبسط نور جدا وفي قسط الاكل بتتعب غادة وبتطلب من ابنها انه يجيب لها الدواء فبيجري نور الكبير على طوله وبيجيب الدواء من القوضة فبيرتبق خالد وبيحاول يعدي الموضوع عشان غادة ما تاخدش بالها من حاجة والتاني يوم بيتصل اشرف بخالد واللي بيقوله انه هيزوره في البيت وبعدها بيتصل بنوره وبيعرفه وبيروحوا لاشرف وياسمين بتبقى معاهم ولما بيشوفوا اشرف بيحسوا انه بيتعامل عادي وانه ما فيش اي حاجة غريبة فيه وبيستغرب اشرف لما بيعرف ان خالد اتحول للشؤول اللي اداريها من ساعة الحادثة وبيضحكوا ده لانه بيفكر ان خالد بيهزر وبيقولوا انهم كاملين شغلهم عادي وانه هو نفسه لسه بيشتغل معافل مفاعل فبيقوله خالد انه لأ وانه تفصل بقى له سبع سنين فبيسأله اشرف امال اللي معافل مفاعل هناك ده يبقى امين وبيتصدم خالد لما بيتأكد انه اشرف بيتكلم جد وبيبقى عايز يمشي لكن من الصدمة بيقع وبيغم عليه ومش بيبقى قادر يتماسك وبيرجع خالد البيت بسرعة وده لانه بيخاف انه نسخة تانية منه تكون هناك وبيسأل غادة ان كانت ملاحظة حاجة غريبة لفترة اللي فاتت لكنها مش بتبقى فهم حاجة من كلامه وبيهدي نوره وبيقولوا انهم لازم يفكروا بالراحة فبيطلب خالد منه يروح المفاعل ويتأكد اذا كان فيه شخص تاني ولا لا فبيرفض نوره انه يروح لوحده لكن خالد بيقنعه وبيقوله انه هتبقى فضيحة لو المهندسين اكتشفوا ان فيه منه نسختين وبيتغير غدا من ياسمين وبتشك ان فيه علاقة بينها وبين خالد فبترتبك ياسمين وبتاخد نوره وبتمشي وفي الوقت ده بتكون حماد بدر عنده في البيت وبيبقى معها الكلاب بتاعتها واللي بتعملهم كانهم بني قدمين وبتدائق لما بدر مش بيهتم بيهم وتاني يوم بيتصل خالد على نور عشان يعرف هو وصل للمفاعل ولا لسه لكن نور بيكون في السوبر ماركت عشان يشتري اكل قبل ما يروح وبنرجع لبدر واللي زوجته بتسأله عن الاشتراه بعشر تلاف دولار وده لانها شافت رسالة على تليفونه فبيعرفها انه اشترها مستلزمات طبية لشغله فبتقوله يرى انه كان ممكن يستثمر الفلوس في حاجة اهم زي انه اشتريها العربية فبيتريق بدر على كلامها وبيمشي وفي الوقت ده بيوصل نور للمفاعل وبيسأل الامن عن خالد وبيتصدم نور لما بيقوله الامن ان خالد موجود وبيوصف له المكتب بتاعه وفي الوقت ده بيكون خالد في مكتب وبيدخل ريدا عليه وبيعمله كويس وده لانه هو المسئول عن المصايف وبيفرح خالد لما بيفكر انه هو يسافر مع الروسيا لكن ريدا بيبقى قصده على المصيف وبيطلب منه يخلي اخته تطلع على المصيف معاه انه مش يعرف يتصرف لوحده فبيتصدم خالد ومش بيبقى عارف يتكلم وبيضطر يروح المفاعل وفي الطريق بتتصل غادة عليه وبتطلب منه انه يجيب ابنهم المدرسة بسبب ان في مشكلة في الاوتوبيسات فبيقولها خالد انه عنده مشوره ويتأخر وبيطلب منها نهاية لتجيب نور الصغير من المدرسة فبترتبق غادة وبتبقى خايفة ومش عارفة تتصرف ازاي وبنرجع للمفاعل وبيبلغ الامن نور ان المهندس خالد هيقابله فبيخاف نوره وبيستخبه لكنه بيتفاجئ لما بيشوف واحد تاني خالص غير والده وبيتأكد انه ما فيش نسخة تانية من خالد وانه اشرف تجنن من ساعة حدثة المفاعل واتطرد وفي الوقت ده بتوصل غادة المدرسة ومش بتبقى عارفة تتصرف وعشان كان بتعيط لكن المدرس بيهديها وبيقولها انه هيجيب لها ابنها وبتقابل ياسمين في المدرسة وبترتبق لما بتقولها انها مستنية خالد وبترجع غادة تفتكر ان ابن ياسمين اسمه خالد برضو وبعدها بتارد ياسمين عليها انها توصلها لكن غادة بترفض وبتاخد ابنها وبتمشي لكنها بتتخانق مع سواء الاوبر وده لانها مش عارفة عنوان البيت وبتضطر انها تروح مع ياسمين وبيقابل خالد نور وبيعرف منه انه ما فيش نسخة تانية ليه وانه اشرف صاحبه تجنن فبيتطمن خالد وبيرجع البيت مع نور وبعدها بيتكلم مع ياسمين واللي بتقوله انه نور عايز يتكلم مع والدته فبيقولها خالد انهم اتكلموا في الموضوع ده قبل كده وقفلوه وان امراته مش هتستعمل تسمع الكلام ده وبيطلب منها ان هي تتكلم نور وتحاول تهديه وده اللي انه ممكن يفضحهم وفي اسناء ما بيتكلمه بتسمعهم غادة وبتفهم الكلام غلط وبتطلب من خالد الطلواء وبتحاول ياسمين انها تدفع عن نفسها لكن غادة بتبقى متعصابة وبتشتمها هي ونور واللي بتقول عليه اريل فبيسكتها خالد وبيطلب منها انها تسمعه فبتعايد غادة وبتدخل قضتها وبتلم هدومها وبتقوله ان هي هتقعد عند ابوها لحد ما يطلقها فبيطلب خالد منها انها تبطل عبط وده اللي ان ابوها عايش معهم في نفس البيت وبيقرر خالد ان هو ليسيب البيت ويروح بيت نور واللي بيبقى مبسوط جدا وبيخاليه نام في قط النوم وتاني يوم بيسحى خالد مغدود وده لانه نور قاعد جنبه وبيتفرج عليه وانايم وبيصحى خالد من انهم متأخر ومش بيروح الشغل وبيتحمس نور جدا وبيحضر الفطار وبيفضل يسأل خالد عن رأيه في الاكل لحد ما خالد بيزهق وفي الوقت ده بيزورهم بدر وده لانهم عيروحوا العلمي واللي مش بيلقوا في البيت وبتفتح زوجته الباب وبتفضل تشتم في علمي وبتقفل الباب في وشهم فبيخبط نور عليها تاني عشان يعرفوا مكان علمي فين لكنها مش بتقول حاجة بيتصل اشرف عليه قدامه ولكن النمرة بتبقى غلط وبيطلب من خالد انه يكلم علمي بعد التليفون ما بيتقفل فبيضطر خالد انه يجري لحد ما بيهرب من البيت هو ونوره بدر وبيخاف خالد على نفسه بعد ما شاف اللي حصل لصاحبه وفي الوقت ده بتتصل ياسمين على نوره يا بتعيط وبتعرفوا انها في الاسم فبيروح نور وخالد بسرعة وبيلاوي ياسمين مكسورة وبنعرف ان غادة هي اللي طلبت من ميكا يعمل فيها كده فبيطلب خالد من نور انه يتنازل عن المحضر وده الانيميكا ممكن يضربهم كلهم فبيخاف نوره بيتنازل ولما بيخرج ميكا من الحبس بيتكلم معهم لكنهم مش بيفهموك العادة وبعدها بيبدأ نور يشرح لغادة اللي بيحصل لهم وبيفكرها بالحدثة فبتنقره بتقولهم انها مش هتفضل تشيل الزنب طول العمر وان هي غلطت وخلاص فبيدخل خالد عشان يفهمها وبيسألها عن اللي هتعمله لو عرفت ان ابنها كبر بعد الحادثة لكن غدا برضو مش بتفهم فبيواجهها نور بالحقيقة وبيقولها انه يبقى نور ابنها وهي امه فبتتراها بغدا وبتستعز بالله من الشيطان الرجيم وبتبقى خايفة من ابنها فبيحاول نور انه يثبت لها ان هو ابنها وبيفكرها بالخرم اللي حصل في التلاجة من زمان وان هي وقتها طلبت منه ما يقولش لابو ان هي اللي خرمتها بالمفاك فبتتصلم غدا لما بيفكرها كمان بجارهم اللي كان بيشتكلها منه لانه بيأكل سندويتشات صحابه في المدرسة وبتقول لهم بغدا انهم عايزين يجننوها عشان ياخدوا ابنها منها وتاني يوم بيسأل خالد عن علمي وبيعرف عنوانه فبيروح له هو نور لكن الضابط بيوقفهم في الطريق وبيطلب منهم البطايق وبينزلهم من العربية لما بيقرى الاسام المتشابهة وبيرتبك نوره وبيخاف جدا لكن خالد بيبقى مبسوط وبيقوله انه اكيد خاف يتكشف ويعرف انه نصاب وبيتفاجئ خالد لما بيعرف ان البطاقة بتاعته سليمة وبعدها بيروحوا لبيت علمي وبتفتح والدته الباب وبتنهره بطعيات لما بيسألوها على علمي وبتفكر انه حصله حاجة وبتنادي على جوزها اللي بيقلقه هو كمان من غير ما يستفسر وبيتصل على علمي لكنه مش بيرد عليه فبيخاف اكتر لكن نور بيهديه وبيفهم منهم ان علمي مسافر وده اللي انه بيشتغل في الكيمويات فبيتعصب خالد عليهم وبيقولهم ان التلفون علمي مقفول انه مسافر وفي الطريق بينازل خالد نور من العربية وبيطلب منه يرجع البيت لوحده وبيتفاجئ نور لما بيرجع وبيلاقي اهله وعمليه له عيد ميلاده وفي الوقت ده بيرجع خالد وبيستغرب لما بيلاقي اخوه عبد الجواد وحمايه واللي بيتكلمه معاه وبيسأله اذا كان متجوز على غدا فعلا فبيحاول خالد يدفع عن نفسه لكن اخو بيدخل وبيطلب من خالد انه يطلقها وده لان بنات الناس مش لعبة فبتترعب غدا وبتطلب منه يتكلمه الاول وبيتكلم عبد الجواد مع خالد لوحدهم واللي مش بيعرف يشرح له حاجة وبيقوله عبد الجواد انه هيخليه يتكلم مع مراته عشان يحل الموضوع فبيوافق خالد وبيتكلم مع غدا وبيقولها ان الموضوع اللي بيمره بيه مش عادي وعشان كده محدش هيفهمه وانه نفسه بيحاول يعرف اللي حصل وده لانه يعتبر اكتشاف وممكن ياخد جايزة عليه لكن غدا مش بتفهم حاجة وبتفضل مصر على رأيها وبتفكر انه بيخونها فعلا فبيسيب خالد البيت وبيروح له نور واللي بيتبسط جدا لما بيشوفه وبيعرفه على محمد ودرية واللي بيتصدمه لما بيشوفه خالد وبيسيبه البيت وبيمشي وبيتفاجئ خالد لما بيعرف انه نور كان في ملجأ وانه اهل بدرت بنه وبيقوله نوره انه كان لازم يحكي له المعلومات دي كلها من الاول وتاني يوم بيصحى خالد منهم مغضود وده لانه نور بيقعد جنبه وبيعرفه ان علمي وصل من السفر فبيروحوا على طول ليه وبيستغرب خالد لما بادر بيروح معاهم وبيعرفوا انه نور هو اللي كلمه وبعدها بيقابلهم علمي واللي مش بيبقى طائق خالد بسبب ان حياته اتضمرت بسبب وبعدها بيسألوا نور على اللي حصله بعد الانفجار وان كان لحظ اي تغير بيولوجي على جسمه فبيقولهم علم انه ما حصلوش حاجة وده لان التركيبة كبسيطة جدا فبيحكي له خالد كل اللي حصل وبيانبهر علمي وبيسيبهم وبيدخلوا القوضة عشان يفكر في العنصر اللي كان السبب في اللي حصل لنور وخالد وبيفضل علمي يكتب في المعادلة ومش بيردى يتكلم مع حد وبعدها بيروح خالد مع نور عند محمد ودريا واللي بتنهاره مش بترضى تقول اسم الدار اللي نور كان فيها وصغير وبتقوله انها لربته من 30 سنة وانها امه وبتزعق لخالد وبتقوله انه بيرجع الماضي تاني بعد ما نسيه وبتتعب درية وبيغم عليها وبياخدها بدر المستشفى وبيعرف خالد ونور ان والدته جالها نيار عصبي فبيستغرب خالد ودل ان رد فعلها كان غريب وكل اللي عايزه ان يعرف اسم الملجأه بس ولما بيروح خالد الشغل المدير بيحذره ودل انه بيغيب كتير ومش بياخد باله من شغله فبيقرر خالد انه يتكلم مع المدير عن التجربة وبيعرف انها لسه نظرية فبيشجعه المدير انه يقدمها وساعتها ممكن يرجع مهندس تاني وفي الوقت ده بنشوف غادة وهي منهرة في البيت وبتتفاجئ لما نور بيروح لها وبيبقى معور فبيتخاف غادة انها تدخلوا البيت وجوزها مش موجود فبيترجعها نور انها تدخلوا وبيلاحظ ان رجلها بتوجعها فبيسألها ان كانت تتخبط التاني في الترابيزة وهي قيمة وبيفكرها ان خالد كان دايما بيطلب منها ان هي تغير مكانها فبتتصنم غادة من كل المعلومات اللي عنده ومش بتبقى عارفة ترد وقصي عما كان خبت فيه كان الفريزر فبتتصنم غادة اكتر وبتمسك دماغها وبيتبسط نور جدا وبيفضل يبوس في ايديها في نفس الوقت اللي عبدالجواد بيدخل عليهم وبيبقى مع والدها وبيضرب عبدالجواد نور وبيخالي ميكا ابنه يربطه وبعدها بيتصل على خالد وبيطلب منه يرجع البيت بسرعة وبيتفاجئ لما عبدالجواد بيعرف انه دخل البيت ولا معها واحد وبيزهق خالد لزوجته لحد ما بيشوف نور فبيهدى وبيحاول يتكلم مع عبدالجواد وبيقول له انه نور صديق العيلة وانه كان عايش برا وعلشان كده كان بيبوس ايديها وده لان دي طريقة السلام برا فبيتدق عبدالجواد من اخوه بيبصله باستحقاره وبيمشي وبعدها بيرجع نور لستوديو لكن المساعد بتاعه بيخرجوا بسرعة بالسبب انه العملة موجودين وبيتخنقوا وده لانه متأخر على تسليم الشغل بتاعهم وبنرجع لغادة واللي بتسأل خالد ان كان نور الكبير فعلا ابنهم فبيقولها انه مش فاهم حاجة خصوصا بعد تحليل دين ايه فبتقوله غادة انه عارف حاجات محدش يعرفها خالص وانه هي محتاجة تتعرف عليه اكتر وده لان قلب الام بيحس وبعدها بتفكر خالد الحسن اللي في بطن ابنهم وبتقول انهم عايزين يتأكدوا ان كانت عنده نور الكبير ولا لا فبيتريق خالد عليها وبيقولها انه اكيد مش هيطلب منه يوريله بطنه خصوصا انهم شلوا الحسنة من بطن ابنهم وتاني يوم بيفوق بدر وبيلاقي كلب نام جنبه على السرير وبتخرج يارها مع والدتها وبيسيبوا الكلاب مع بدر وبعدها بيتصل علمي على نور وبيطلب منه يروح له البيت ودلق انه وصل لحاجة في التجربة وبعد ما خالد بينزل من البيت بيروح ميكا الغادة وبيعرفها انه راح السجل وتأكد ان ابطاقت نور سليمة وفي الوقت ده بيكون خالد ونور وبدر عند علمي ولي بيتخاله انه خلاص وصل لاختراعها يخليه ياخد نوبل وبيطلب منهم يجهزوا ويجهزوا اوراقهم عشان يسافروا السويد وده عشان ياخدوا الجايزة فبيتخانق خالد معه بيقوله ان الفكرة بتاعته هو وبعدها بيكتشفوا اصلا ان المعادلة بتاعت علمي غلط ولي بيعرفهم انه نور الكبير استنساخ من خالد فبيقوله خالد انه لازم يبقى شابه بالزبط عشان يبقى فيه استنساخ وبيحبط خالد وبيروح البيت وفي الشارع بنشوف واحد غريب بيتصل بحد بعد ما شاف خالد مع نور وبيقوله انه مفروض يعرف ان صاحبهم قبل بابا وتاني يوم في الشوق اللي بيتعامل المدير كويس مع خالد وده لانه عايز يساعده في التجربة لكن خالد مش بيردى يتكلم عن الموضوع وفي الوقت ده بيتصل مدير المدرسة على خالد واللي بيروح المدرسة على طول وبيلاقي نور الكبير هناك وبيقول لخالد انهم عايزين يترضوا من المدرسة وبيعرف ان ابنه ضرب ابنه نور وده لانهم اتخانقوا مع بعض بسبب انه نور الصغير مش عايز يسيب حق امه بسبب انه نور الكبير بيروح لها البيت فبيتصدم خالد لما بيعرف ان المدرسة كلها عرفت وتفضحه وفي اثناء ما بيتكلمه بتدخل ياسمين وبتتخانق عشان ابنها وبتقول لخالد ان ابنه هيعتذر لابنها فبيتخانق نور مع ياسمين وبيطلب منها تتكلم مع ابو كويس فبيهديه خالد وبياخدهم وبيمشي وبعدها بيروح نور المستشفى عشان يزور الدرية واللي مش بتبقى عايزة تبصله وبعدها بيعرفوا بدر انه لأ الدر اللي كان فيه هو صغير وبيطلب منه يقفل الموضوع ده عشان هو مش عايز مشاكل اكتر من كده ولما بيجي الليل بيروح خالد ونور عند علمي واللي بيعرفهم ان اتوصل لحل بعد ما كان في ندوة علمية وشرح حالتهم في الندوة وفي واحد من الحاضرين اسمه هلال هو اللي لقى الحل فبيتعصب خالد وده لان علمي فضحهم غير ما ياخد اذنهم وبعدها بشوية بيوصل هلال واللي بيبقى عارف كل حاجة عن خالد ونور هو بيشرح هلال التجربة بتاعتهم وبيقولهم انه هيعمل شبه محاكاة لذاكرة نور الصغير ونور الكبير ومن خلال المحاكاة دي هيقدر يعرف الاتنين واحد ولا لا فبيقتنى خالد لكنه بيبقى خاف على ابنه وتاني يوم بتخرج ياره مع ياسمين وبتعرف ان هي حامل في الشهر التاني وانها ناوية تعرف بدر في الرابع فبتستغرب ياسمين من كلامها وبعدها بيتصل خالد على نور وبيعرفوا ان غدا عايزة تزوره فبيتبسط جدا لدرجة انه بيتبقى خروفه بيوزعه الغلابة وبيجهز نور اكل كتير جدا وبعدها بيفرجه مع البيت الجديد اللي هيعيشه فيه سوا وده لانه مش هيسيبهم لما يجبره ولازم يخدمهم فبيفاهمه خالد انه هو هيجبر زيهم وده لانه من سنهم وساعتها يحتاجه حد تالت ياخد بالهم منهم وبعدها بتعمل ياسمين العصير وبنشوفها وبيتحط حبوب فيه وبتطلب من خالد وغدا يشربه منه وبنعرف ان ياسمين حتطلهم منوم في العصير عشان سمعت خالد وبيتكلم مع غدا وبيقولها انه هم حاجة عنده الموضوع اياه اللي حكالها عليه وبعدها بنشوف نوره وبيحاول يفوق خالد وغدا وبيبقى قلقان عليهم جدا وبيتدايق من مراته اللي بتبقى حاسة بالزنب وخايفة يا كمان وبتعرف انها تصرفت غلط ولما خالد وغدا بيفوقوا بيجدب نور عليهم وبيفاهمهم ان ياسمين حطت جسط الطيب كتير في الاكل وعلشان كده هم نعموا فبيحاول خالد انه يرجع لبيته وامراته وابنه لكنهم بيبقوا دايخين جدا لدرجة انهم مش بيعرفوا شقتهم وبيفتحوا شقة عبدالجوات واللي بيلقح على خالد وبيفكروا سكران وتاني يوم بتروح يارى عند حاماتها عشان تساعدها وبتسألها عن خالد واللي بتبقى مفكرة انه صاحب نور وبنعرف ان بدر مفاهمها ان والده مش عايز نور يمشي مع خالد تاني لكن يارى بتكتشف ان جوزها بيجدب عليها لما بتقول لها درية انه نور مش صغير عشان يقولوله يمشي مع مين وفي الوقت ده بيكون خالد ونوره ببدر في طريقهم للملجأ اللي نور اتربى فيه وبيستغربوا لما بيوصلوا لعنوان وبيلقوا في الارياف وبيستغرب خالد جدا خصوصا لما بيعرف ان الدرية ومحمد مش من الارياف ومش بيبقى عارف ايه اللي ودهم الملجأ ده وبيقابلوا مدير الملجأ وبيسألوا عن السجلات بتاعت الاطفال اللي كانت موجودة في التسانيات فبيتريق مدير الملجأ عليهم وده لان المكان بسيط جدا وما فيوش اي سجلات فيه فبيحبط خالد وبيشكف اهل بدر اكتر وبيبقى عايز يتكلم معيهم لكن بدر بيمنعه بحجة خوفه على والدته واللي دخلت المستشفى قبل كده لما تكلموا معيها وفي الوقت ده بيروح مدير خالد البيت عشان يتأكد من التجربة اللي بيعملها وبيقابل غادة واللي بتشكف جزء اكتر لما المدير بيقول لها انه اكيد في بيت تاني عشان يبقى عنده معمل كبير هناك وبيبقى اصدقى التجربة اللي بيعملها لكن غادة بتفهم غلط وبعدها بيرجع بدر البيت وبيقابل يارا واللي بتتخانق معودة لانه كذب عليها فبيتعصب بدر وبيسيب البيت وبيمشي في نفس الوقت اللي نور بيرجع فيه لبيته ومش بيبقى عايز يتكلم مع ياسمين بعد اللي عملته في خالد وغادة وبيتخانقوا هما الاتنين وبيسيب لها البيت برضه وبيمشي وبنروح لخالد واللي بيرجع البيت وبيلاه مراته بتعايت وبتسأله ان كان عنده بيت تاني ومش بيفهم خالد حاجة منها وبيعرفها انه مراحش الشغل عشان يروح الملجأ اللي نور كان فيه لكنه بيتدائق منها لما بتفضل تعايت وبيسيب البيت وبيروح لستوديو بتاع نور واللي بيبقى موجود فيه هو وبدر عشان يهربوا من مراتاتهم وبيتبسط نور جدا بوجود خالد وبيبقى عايز يزافر مع اسكندرية زي ما حصل في فيلم صهر الليالي لكن خالد بيتاريق عليه وبعدها بيتفق مع بدر انهم يعملوا تجربة هلال في الاستوديو وتاني يوم مش بيردى خالد يروح الشغل وبيقول لنور انه هيروح مع السجل المدني عشان يطلعوا الشهادة ميلاد لخالد الصغير فبيتحمس نور جدا وبيروحوا السجل سوا وهناك بيتصدموا لما يعرفوا انه نور مش موجود على السيستم وما فيش حاجة بالاسم ده وبيتراب وبيهرب على طول وبيروح نور العيادة بتاعت بدر وهو مرعوب وبيعرفوا اللي حصل وبيروح خالد وراه عشان يفهم الموضوع ايه بالزبط وده لانه بيشك انه نور نصاب فبيدفع نور عن نفسه وبيقولوا انه اكيد مش هياخده مع السجل اللي هو نصاب فعلا وبيقول بقدر انهم هيكملوا في التجربة بتاعتهم عادي وهو هيروح السجل ويفهم ايه اللي حصل وبيرجع خالد البيت وبيفضل يفكر في اللي حصل وبتشوفه غادة وبتسأله عن اللي بيعمله لكن خالد مش بيرضي شاركه افكاره وده لانها اتلغبطه اكتر وبيقول لها انه عمره معارف يتكلم معيها فبتقوله غادة ان هي عايزة تزور نور وبتصر على رأيها فبيضطر خالد انه ياخدها الستوديو اللي نوره مستخب فيه وده لانه خاف البوليسي يقبض عليه وبيكمل نور شغله هم قاعدين وبتختلف العاملة معاه وبتبقى عايزة تسحب الاعلان بتاعها فبتدفع غادة عن نوره واللي بيتبسط جدا لما بيحس انه مخايف عليه وبتحميه وبعدها بيطلب منها ان هي تقول بصوتها اعلان بتاع بس كويت فبيحذره خالد وبيقوله ان هي تبوز له شغله لكن نور بيبقى مستر انه يخليها نهاية لتعمله خصوصا ان البنت اللي كتا تعمله اتأخرت وبتفشل غدا نهاية تعمل الاعلان وبيضحك خالد عليه وده لان كلامه بيطلع صحف الاخر وبعد التسجيل بيخرج خالد من الستوديو فبتستغل غدا الفرصة وبتكلم مع نور وبتطلب منه يساعدها وده لانها شك ان خالد متجوز عليه وعنده بالتاني فبيوعدها نور انه هيساعدها وهيرائب ابو وتاني يوم بيروح الشغل بتاع خالد من المدير انه مراحش الشغل وبعدها بيرجعوا كلهم لستوديو عشان ينفزوا تجربة هلال واللي بيقرر يفرش لستوديو سيراميك وده لانه موصل جايد للطاقة وبعدها بيجهز نور وبيلبس اللبس لهلال جايبه وبيتدائج جدا وده لان اللبس خفيف وبيبرد وفي الوقت ده بيوصل نور الصغير وبيعودهم الاتنين جمع بعض وبيزهقوا بسبب ان هلال متأخر لانه مستني حركة الامر وبعدها بيبدأ التجربة وبيسأل نور الصغير عن الحضانة اللي كان فيها وبعدها بيسأل نور الكبير عن الناس اللي كان عايش معهم في البيت فبيجاوب نور صح وبعدها بيتكلم عن يومه قبل الحادثة بيمشي ازاي وبيفضل نور يتكلم كتير لحد ما بيجيب سريت واحد اسمه رفيق وبيقول انه كان صاحبه لكن نور الصغير مش بيبقى عارف حد بالاسم ده وبيبقى ده اول اختلاف وبيوقف هلاله وده لانه الامر اختفى وبعد التجربة بيتعب نور وبيجيله برد وبيروح عند درية ومحمد عشان يزورهم وبيكون بدر وامراته موجودين هناك وبيلقح بدر على يارا وده لانه عارف انها حامل وبيظهر ان ياسمين هي اللي عرفته واللي بتخاف ان بدر يقع بالسانه ويقول ليارا وبيتدخل نور عشان يحل الموقف وبيدخل هو بدر القوضة وبيحذره من انه يتكلم وبيستغل بدر خروج نور من القوضة وبيحط دوا في العصير بتاعه وفي الوقت ده بتشوفه يارا وبتواجه يارا وبتقوله ان هي شافته فبيجدب بدر عليها وبيفاهمها انه بيحط الدوا لنور وده لانه بيجيله غليوس وبيتخال انه بيشوف ابو اللي مات وفي اسناء ما بيتكلمه بيدخل نور عليهم لكنه مش بيرضي الشر بالعصير وانه بيعمل كده من وراه ده لانه هيرفد ياخد الدوا وتاني يوم في الشغل بيتكلم المدير مع خالد وبيعرف انه راح له البيت وانه فيه زاب تسأل عليه لكن خالد بيعرف انه نور هو اللي كان بيسأل عليه وبنرجع ليارا واللي بتلاقي شانطة فلوس في البيت وبتسأل بدر عليها فبيقولها انه يحط الفلوس دي في البنك وبيطلب منها انها ما تتكلمش في موضوع نور تاني عشان ما يحسش بحاجة وبنروح لنور واللي بيرائب خالد واللي بيسوق لمسافات طويلة جدا وبيتصل نور على غادة واللي بتعايت وبتأكد انه متجوز عليها وبيوقف نور لما خالد بيوقف لكنه بيكتشف بعدين انه كان عارف انه بيرائبه وعشان كده خده المكان بعيد وبتتراب غادة لما بتسمعهم لما بتكلمه وبيقولها خالد انه هيجيب نور وهيرجع البيت وبيجيب له ميكا واللي بيضربه وبعدها بيسأله خالد عن السبب اللي كان بيخليه رائبه وبيتهمه بانه نصاه فبتدفع غادة عن نور وبتقول له جوزها انها اللي خالته يرائبه وبتعرفه ان المدير بتاعه وعرفها انه عنده بيت تاني وبتفضح غادة خالد قدام نور واللي بيعرف ان خالد مهتم بيه عشان التجربة بتاعته بس فبيتأثر نور جدا وبيحزن لما بيعرف انه مجرد حلل خالد وبيرجع نور لبيته ومنهار وبيتكلم مع ابنه واللي مش بيفهم اي حاجة من كلامه فبيحس نور انه واحد خصوصا ان ياسمين كمان مش بتفهمه وفي الوقت ده بنشوف بدر واخارج من السجل المدني وبتروح يارى لنور وبتبقى عايزة تعرفه ان بدر بيحط له دوا في العصير وفي اسناء ما بيتكلمه بيدخل خالد عليهم واللي بيروح له نور عشان يصلحه وبيتبسط نوره وبيسامحه بسرعة وبتتصدم يارى لما بتشوف خالد وبتقول قدامه ان بدر بيحط دوا في العصير لكن نور مش بياخد كلامها جد وبيقول لخالد انها مجنونة وبعدها بيكمل نور التجربة بتاعت هلال لكنه مش بيوقف فاكر اي حاجة وبعد التجربة بيزور بدر نور في الاستوديو وبيعرفه ان اسمه رجع تاني عالسيستم وان هو خلاص حل المشكلة فبيستغرب نوره وبيشك ان في حد بيلعب بيهم وبيتصدم لما بدر بيقوله ان خالد هو اللي شال اسمه منع السيستم وبيبدأ بدر يشاكك في خالد وبيقوله نور انه ما كانش مرتاح له من الاول وانه اكيد في حاجة غلط وده لانه مش طبيعي انه يقابله بعد السنين دي كلها في مدرسة ابنه وليل الاتنين يبقوا في مدرسة واحدة والصدفة دي فبيصدق نور كلام اخوه وبيشك ان خالد نصاب لكنه مش بيبقى فهم كل الذكرات اللي عنده وبيقوله بدر انه كل شيء وارد وانه ممكن يكون خالد زرع الذكرات دي جوا دماغه وبيطلب منه يتصرف عادي عشان يعرف هو ورائي ومع ذلك بيحذره انه يكمل التجربة ودل انه كل الموجودين تبع خالد واللي في الوقت ده بيكون في الشغل وبيطلب منه المدير يتكلم معا عن التجربة وبيوعده انه هيساعده فبيوافق خالد وبيحكي له وبيقوله انه عنده ابن في نفس السنه وانه ده حصل بعد انفجار المفاعل وبيحاول يفهم اللي حصل فبيتصدم المدير لكنه بينبهر بالتجربة وبيطلب منه يكملها وبعدها بيروح خالد للستوديو عشان يكمل التجربة لكن نور بيبقى حزين ومش بيردى يكمل حاجة وبيتحاجج انه تعبان فبيزعل خالد من طريقته وبيمشي هو وعلمي وهلال وبعدها بيحاول خالد انه يكلم نوره وبيزوره في البيت لكن نور مش بيردى يرد عليه ولا يقبله وبيقلق خالد ومش بيبقى فاهم سبب اختفاءه وبنشوف نوره وقعد في قطه وبيرسم وبتزوره يارا وبتحذره من بدره وبتقوله انه بيعمل حاجة كبيرة من وراهم وده لان تصرفاته غريبة لفترة الاخيرة وان هي شفيته وبيدي واحد فلوس كتير لكن نوره مش بيصدقها وبيقولها ان بدر هو اكتر حد بيسق فيه فبتتكلم يارا مع ياسمين وبتقولها ان هي عايزة قابل خالد فبتوافق ياسمين وبتروح معها في نفس الوقت اللي غادة بتروح فيه النور عشان تعرف سبب اختفاءه وبتعاية اول ما بيفتح لها وبتقوله ان هي راحط له لبيت لوحدها واخيرا قدرت اعتمد على نفسها لكن نور بيعملها وحش ومش بيبقى عايز يقعد معا في مكان واحد وبيتكلم معك انها واحدة غريبة وبيتصل على ياسمين وبيعرفها وبيطلب منها ترجعه بسرعة وبيسمع خالد الكلام وبيقول ياسمين انه هيروح معا عشان ياخد مراته ومش بيردى يكمل كلام مع ياره ودلق انه مش بيفهم منها حاجة وبيطلب منها انها تبقى تكلمه لما يبقى عندها معلومات محددة وبعدها بيروح خالد لبيت نور واللي بيكلمه بطريقة غير رسمية ومش بيردى يرد عليه فبيطلب خالد من غدا انهم يمشوا وبيقول لها ان نور ابنه مات فبينهر نور وبيفضل يعيط وفي الوقت ده بترجع ياره لبيت وبتتكلم مع بدر وبتقوله انه خلى كل الناس تشوفها مجنونة وما فيش حد بيصدقها خالص وبيتفاجئ بدر لما بيعرف انها قبلت خالد وان هي اعترفت لهم انه هو بيجدب ومخبي عليها حاجة فبيواجهها بدر وبيسألها عن الوقت اللي هتفضل مخبية عليها حامل فبترتبك وبتقوله انها كتتعرفه وتاني يوم بيروح بدر عند خالد وبيقوله ان نور بقى غريب جدا ومش بيرد عليهم ولا على حد خالص وبيجدب وبيقوله انه طلب منه يكمل التجربة لكن نور رفض وبعدها بيطلب من خالد انه يبيض عن نور لحد ما يعرف ايلي بيحصل له وبعد ما بدر بيمشي بيروح عبد الجواد وبيظهر علي انه قلقان وبيسأل خالد عن بدر وبيتصدم خالد لما بيعرف منه ان بدر هو اللي عمل العملية لنور الصغير بعد الانفجار وقت ما هو وامراته كان مغمى عليهم فبيقرر خالد انه يروح المستشفى اللي ابنه عمل فيها العملية وبيعرف ان بدر مش من المستشفى فبيقابل خالد المدير واللي بيتعرف عليه على طول وبعدها بيروح خالد له نور وبيسأله عن الجرح اللي في دماغه فبيقوله ان دي عملية عملها من فترة وده لانه عمل حدثة هو رجع من المطار فبيتأكد خالد من كلام الدكتور خصوصا لما بيعرف ان بدر هو اللي عمل له العملية وبيتصدم نور لما بيعرف ان خالد وابنه كانوا بيتعالجوا في نفس المستشفى وان بدر هو اللي عمل العملية لابنه وبيحكي خالد لنور الكلام اللي المدير قالهوله وبنعرف ان بدر اضطرد من المستشفى بسبب عملية نور الصغير وده لانه عملها من غير علم المدير وحتى ما رجعش الخالد واللي بيعرف ان الجرح بتاع الشظايا اللي كان في دماغ نور الصغير كان من وراء وبيقوله المدير ان اخو بدر كان بيتعالك في المستشفى في نفس الوقت وده لانه كان عامل حدثة وقعد ست شرف غيبوبة نتيجة تلف في خلايا المخ وبيقوله المدير عشان اخو بدر يقدر يعيش كان لازم يتنقله خلايا عصبية من مخ حد تاني وان الحد ده لازم يكون صغير عشان الخلايا تعرف تبني نفسها من تاني وبالصدفة نور الصغير كان في المستشفى وكان محتاج يعمل عملية وبيعرف خالد ان بدر خد جزء من مخ ابنه وعلشان كده نور كان فاكر كل الذكريات دي وبيتصدم نوره وبيديله سكينة وبيطلب منه يخرج الجزء اللي في دماغه عشان يخلص من كل الذكريات دي وبعدها بيروحه خالد عند درية ومحمد عشان يعرف مين اهله وبيعرف نور ان بدر طلق مراته وبيسأل والدته ازاي ما يعرفش فبيتعصب خالد عليه وبيطلب منه يتكلم في الموضوع وبيتبصت اهله لما بيسألهم عن السبب اللي خلاهم يخبوا عليه ان بدر هو اللي عمله العملية وبيسألوا والده اذا كان افتكر وبيكتشف نور انهم كانوا عارفين كل حاجة ومخبين عليه وبتعترف درية بالحقيقة وبتقولوا ان ابنهم الحقيقة وان اسمه رفيق فبيربط خالد الاحداث ببعض وبيعرف انه رفيق اللي نور كان مفكره صاحبه ويبقى هو نفسه فبيتصدم نوره كتر لما بيعرف ان محمد ودرية اهله الحقيقيين وبيغم عليه وبياخدون المستشفى وبيطامنهم بدر وبيقولهم ان النور كويس والدكتور طامنه وبعدها بيفوق نوره وبيسأل بدر عن اللي عمله فيه وبيطلب خالد منه ان هو كمان يتكلم فبيتعصب بدر وبيطلب منه يبطل لهم فيه وده لان ابوهم وموم بيلمون من ساعة مفاق ولكنه انقص حياته ورجعه من الموت وبيحكي له بدر عن حالته لما كان في غايبوبة ووقتها اهله كانوا قلقانين جدا وطلبوا منه يتصرف فبيفكر بدر في حال وبيعرض فكرته على مدير المستشفى واللي بيرفض على طوله بيقوله انه مستحيل يغامر بحياة حد عنده في المستشفى خصوصا ان النظرية بتاعته مش متجربة وما يقدرش يثبته نجاحها وبعدها بيظهر خالد وابن نور واللي بيروح المستشفى بعد انفجار المفاعل وساعة نور كان عنده نزيف في المخ وحالته صعبة فبيقرر بدر ينفذ العملية واللي فعلا بتنجح وبيفوق نور الكبير وكمان نور الصغير بيخف وبيقول بدر الاخوه انه غلط غلطة واحدة بس وهي ننقل الجزء الخاص بالمشاعر والذكريات وده اللي وصلهم للمشكلة اللي هما فيها فبيزعق له خالد انه ازاي ياخد جزء من مخ ابنه من غير ما ياخد رأيه والاخوه عايش على حساب ابنه فبيقوله بدر انه هو اللي انقذ ابنه واللي بقى كويس جدا بعد العملية فبيتعصب نور على اهله وده لانه مش عايش حياة طبيعية وبيعترف بدر ان البطاقة بتاعته سليمة وده لانه حط اسمه في السجل وده فلوس كتير جدا لموظف السجلات واللي مسح اسم رفيق وبنعرف ان الموظف خاف لما ميكا سأل على نور وعشان كده مسحه من السجل لكنه ورجع حطه تاني لما بدر اداله فلوس تاني مش بس كده لكن كمان اختبار الدين ايه كان سليم لكنهم ما راهوش ومشي ورا كلامه وما عارفوش ان هما ما كانش فيه تطابق اصلا فبيدق خالده بيهدده انه هيرفع عليه قضيه ويخرب بيته وبينهار نوره وبيقول اهله انه كان عايز يعمل فيهم كده وكمان لكنه مش يقدر يرفع قضيه على اهله وبعدها بيخرجه وخالده وبيقعد نور قدام المستشفى وبيخرج والده والدته وراه وبيترجوه ويرجع معيهم فبيعاية نوره بيسألهم ازاي ما كانش بيصعب عليهم وما فكرهم قاله بالتبني وبيتعذب طول السبعة سنين بسبب الكابوس اللي كان بيحلم به ونهم كان لازم يفكرون وبيقف بدر قدامه وبيتأسف له فبيقوله نور انه كان هيعمل كده لو كان مكانه فبيتبسط بدر وبيحضنه وفي الوقت ده بيرجع خالد البيت وبيتطمن ابنه كويس وبعدها بيحكي الغدل اللي حصل ولي بتزعل انه نور مش ابنها وده انه كان حنان وجدع وبتقول لخالد ان نفسها ابنها يبقى زيه لما يكبر وبتزور ياسمين جزا في المستشفى وبيظهر انها ما كانش تعرف حاجة عن موضوع العملية وبيخيرها نوره وبيقولها انه ممكن يطلقها لو عايزها فبترفض ياسمين وبتقوله ان امرها ما تسيبه وتاني يوم بيروح خالد الشغل وبيلايه المدير بتاعه عمل اجتماع مع لجنة مصغرة عشان يعرض التجربة بتاعته فبيتراجع خالد وبيكذب المدير قدام اللجنة وبيقوله انه ما قلوش حاجة عن التجربة فبيتدعي المدير منه وبيخليه مسؤول عن الحمامات وبعد فترة بنشوف نوره وبياكل عند اهله وبيحاول والده يفكره بالاربع سنين اللي نسيهم لكن نور مش بيقى فاكر حاجة خالص وبعدها بيدخل بدر عليهم وبيبقى معي يارا وبيظهر انهم رجعوا البعض لكن يارا مش بتتغير وبيفضل مزاجها متقلب وبتتخانق مع بدر كل شوية وبيتفاجئ نور لما خالد بيزور في الاستوديو وبعدها بيخرجه وبيتمشه مع بعض وبيلومه خالد وده لانه مسألش عليه من زمان فبيقوله نور انه كان مكسوف يكلمه لكنه بيتبسط لما خالد بيقوله انه كسب صاحب جديد وانه خلت حياته معنا بعد انما كانت روتينية ومملة وبيفرحه وبيقوله انه بقى عنده مدير جديد وانه هو خلاص رجع مهندس ويسافر لبعثة روسيا وبيتكلم نور معا عن حالته وبيقوله انه حس انه خف لما حصلت المواجهة بينه وبين اهله وبيستغرب خالد لما نور بيطلب منه انه يقوله بابا وده لانه بيرتح فيها وبيرفض خالد وبيطلب منه انه ميبوصحاب وبعدها بيتخنقوا مع بعض لما نور بيجيب سريد غادة وبيقوله انه بس ايديها كزا مرة وبيخلص المسلسل الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو ناعي ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام